تقول يعني بالنسبة لصيام 13 و 14 و 15 من ذي الحجة تقول يعني هل يمكن أن يصومها الإنسان أختي أم عبدالله بارك الله فيك أولا بالنسبة للمسلم لا يجوز له أن يصوم يوم عيد الفطر وهو يوم واحد ولا يجوز له أن يصوم يوم عيد الأضحى وهو العاشر من ذي الحجة ولا يجوز له أن يصوم أيام التشريق الثلاثة أيام التشريق الثلاثة وهي يوم 11 و 12 و 13 هذه الأيام الثلاثة تسمى أيام التشريق وهذه أيام عيد لأهل الإسلام وأيام أكله و شرب و ذكر لله عز وجل ولذلك المسلم لا يجوز له أن يصوم أربعة أيام في ذي الحجة وهي يوم العيد و ثلاث أيام بعد يوم العيد أما يوم 14 و 15 أجوز طبعا في هذه الحالة الإنسان المواظب المواظب على صيام الأيام البيض يبقى عليه يوم ماذا يصنع يصوم اللي بعده يصوم الأسبوع الجاي